وبشان توفير السلع الاستراتيجية أكد رئيس الوزراء أن دولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائي وأوضح مدبولي أن مصر لديها احتياطي من القامح يكفي لمدة ستة أشهر قادمة مشيرا في الوقت الذاتي إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الوقود لم نقترب من سعر السولار دولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة جدا عشان تقدر أنها تؤمن وتوفر بأكبر قدر من الإمكانيات الأمن الغذائي لمواطنيها وده جزء لا يتجزأ مرة أخرى من موضوع الأمن القومي والحقيقة يمكن مرة أخرى بأكد على التوجه اللي فخمت الرئيس قاله في هذه المشروعات واللي احنا يمكن كحكومة أعلناه أن هذه المشروعات بحجم البنية الأساسية الضخمة اللي مطلوب فيها لا يوجد قدرة للقطاع الخاص أنه هو يدخل ويعملها ولكن يأتي دور القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية بعدما الدولة تكون بتقوم بأعمال البنية الأساسية وتمهيد الأرض للقطاع الخاص أنه يبقى جاهز أنه يدخل في الشراكة مع الدولة عشان كده ده اللي احنا بنأكد عليه وده تتوجه الدولة في هذه المرحلة المشروعات الضخمة اللي عارفين كويس قوي أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم بأعمال البنية الأساسية فيها الدولة هي اللي بتعملها ولكن القطاع الخاص يكون دوره يأتي بعد ذلك